اشتركوا في القناة وخلال هذه الزيارة مناصفة مع نظيره التركي هاكان فيدان اشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية التركية للتخطيط كما ستنصب اشغال هذه الدورة على التحضير للكمة المقبلة التي ستجمع الرئيسين عبد المجيد تبون ورجب طيب اردوغان بالجزائر قريبا بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمجلسية تعاون رفيع المستوى بين البلدين الشقيقين استعرض وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج احمد عطاف مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية لورد طارق احمد خلال اتصال هاتفي استعرض علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين لاسيما افاق انضمام جزائر لمجلس الامن كعضو غير دائم ابتداء من العام المقبل وكذا التحضير للدورة المقبلة للحوار الاستراتيجي الجزائري البريطاني المزمع عقدها شهر نوفمبر القادم بلندن كما تبادل وجهات النظر والتحاليل حول تطورات الازمة في النيجر على ضوء مبادرة الحل السياسي التي تقدم بها رئيس الجمهورية في اخبارنا الدولية وفي شاني الصحراوي اكدت وزارة الاعلام الصحراوية ان زيارة المبعوث الشخصي للامين العام الاممي للصحراء الغربية ستيفان ديمستورا الى المناطق الصحراوية المحتلة تشكل فرصة حقيقية للاطلاع مباشر وغير المقيد على سجل القمع والحصار المفروض على المناطق الصحراوية المحتلة وتتزامن الزيارة مع الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها جمعية حقوقية صحراوية بالعيون المحتلة للمطالبة بالحق في الاستقلال وتقرير المصير زيارة مكنت ديمستورا مكنته من الاطلاع على حقيقة الوضع وطرق القمع الوحشية للاحتلال المغربي ضد المتظاهرين كما تعد الدليلا على حجم المعاناة للصحراويين ورسالة واضحة للامم المتحدة والمجتمع الدولي مفادها ان النزاع ما يزال قائما بالصحراء الغربية وان الشعب الصحراوي مصمم ومصر على مواصلة نضاله من اجل حقه في الحرية والاستقلال في المغرب يتواصل الغليان في الشارع المغربي الذي يشهد احتجاجات عارمة منددة بالزيارة المرتقبة لرئيس مجلس المستشارين في المغرب الى الكيان الصهيوني المحتل وبإمعان نظام المخزن في سياسة التطبيع رغم تصاعد جرائم جيش الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ودع المحتجون الى المشاركة المكثفة في الاحتجاجات المقررة غدا الخميس امام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط ويرفض الشارع بكل اطيافه وفئاته الخطوة المشؤومة ضد مسلسل الهرول والارتماء في اعضان العدو الصهيوني ويعتبر الامر سابقة خطيرة من مؤسسة يفترض انها تمثل الشعب بتبني موقف داعم لفلسطين ورافض للتطبيع بكل اشكاله وفي الاراضي الفلسطينية المحتلة استشهد امس فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بمنطقة الاغوار شرقي الضفة الغربية المحتلة كما اصيب اخران برصاص الاحتلال الصهيوني في مدينة نابلس والخليل استخدمت فيها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع هذا واغلق الاحتلال كافة المداخل الى مدينة الخليل وشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالقدس المحتلة التي شهدت هي ايضا اقتحام مستوطنين صهاي نباحات المسجد الاقصى المبارك في اخبار الرياضة اجرى امس المنتخب الوطني لقرتي القدم ثاني حصة تدريبية بملعب الشهيد حملةوي بالخصنطين وذلك تحسبا لمباراته او لمبارات الجولة السادسة والاخيرة من تصفيات كأس امم افريقيا بكوديفوار امام منتخب تنزانيا غدا الخميس بملعب التاسع عشر مايس ستة وخمسين تسعمائة والف بولايات عنبا اشتركوا في القناة 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 يجب أن يعودعها في نزل العامل ويجب أن تجسفه الرئيسي المزيدون يم مهمنا أهل المزيد سيكون سيكون لعباني أشكر أنها إتن ، والتظارع إنه سيكون ربما أرسل إذا نريد أن يكون من أعضب من أجل تجنيه وأنه سيكون لعباتة من طريقة وإن سيكون سيوداء في معلوم التجارات بعد ايضا على تفعلي من سنغال هذا هو حاجة وللم نكوضاء الحق مع الناس المدينة كل شيء اقام بجارة ومن يشوفون المدفعية شبهوا على حاجةً سوف يمكنك يفعلين بجارة وكذلك من جميع التوافع لمن wrongي وحلط فتحت لك من المفتح لك وإنك أفضل. هذا لك لك مباشرة، أنا أشكري للتحديث. هناك مباشرة لك من أجل أجل جالس. لدينا الجميع العام، لدينا جميع المفتح للأجل. هناك سنساء الجميع المعارضة لتطوير لكي مفتح. لدينا ومعنى أجل ومعنى. لدينا الكثير من التعليقات لتحقيق ومعنى كل متى المفتح. لا يوجد شكرا على كرم الإصارة و المتابعة و للإمكان اشتركوا في القناة